أهلا بكم متابعي يلا كورا في حصاد دور المجموعات لمونديال قطر 2022 معانا عبدالقادر سعيد هيقول لنا بقى على الحصاد إزيك يا عبدالقادر؟ إزيك يا دينا إيه المنتخب اللي فاجأك بقى دي حون في منتخبات كتير عملت مفاجآت لأن دي بطولة المفاجآت زي ما احنا ببنقول ولكن يمكن آخر منتخب عمل مفاجآت في البطولة هو منتخب كوريا الجنوبية بالمفاجآة الكبيرة جدا اللي قدر يحققها أمام طبعا منتخب البرتغال ويكسب اتنين واحد بعد ما كان متأخر واحد سفر وشوفنا الدراما الغريبة جدا المصيرة الجميلة بالنسبة لنا لكن طبعا المرعبة والكابوسية بالنسبة لأروجوي والشعب الأروجوي طبعا يعني لقطة سواريز وهو غرقان في دموء مع نهاية المباراة كانت الحياة حاجة مأساوية جدا وإن كان ده ناس كتير قالت إن كده غانوا بقى عملت السنة جادي تنتقم من سواريز اللي هو خلى أفراقية كلها تبكي في 2010 لما شار الكورة بإيده وعلى فكرة هو ما كانش غلطان سعيتها أنا لو ما كان هو هعمل كده أي لعب في العالم نازم يعمل كده وجفناها كتير لأن هو دلوقتي ما عملش حاجة بر قانون الكورة بالعكس المفروض فيفا بقى هو اللي يقول لو حد عمل كده الهدف يتم احتسابه طبعا لكن في النهاية هو يعني كوريا كمان المنتخب الياباني اللي قدر يعمله في المجموعة الخامسة مع أسبانيا وألمانيا وأن هو يكسب اللي اتنين ويتصدر مجموعة فيها اتنين واخدين كاس عالم قبل كده 2010 و2014 ده من وجهة نازري يعني بمثابة إعجاز بغض النازر بقى أسبانيا كانت مهتمة آخر ماتشو ولا لأ ولكن يعني المنتخبين دول تحديدا كوريا واليابان عاملين الحقيقة يعني أداء جاية جدا ممكن لو نضيف منتخب ثلاث معاهم لازم يبقى المغرب طمع قوي مش فكرة أن احنا عرب ومتعاطفين معاهم لأ المغرب عندهم منتخب عالمي فكرة كنت منقول إعلى السنغال إن هما عام سكواد بيلعب في أوروبا نفس الكلام بالزبط بينطبك على المغرب صحيحة هما ما عندهمش نجوم سوبرستار إن هما زي صلاح وزي ماني واللعيب أو حتى زي رياض محرز من على الجزائر عندهم أشرف حكيمي أول لكن فول باك في نهاية مدافع ما عندهمش حد قدام قوي أو حكيم زياش مستوى وما سرته تراجعت في الفترة الأخيرة ولكن فيه جامعية فيه أداء الحقيقة ممتع من منتخب المغرب فيعني خلينا بدأنا نقول واحد نقول الثلاث منتخبات دور أفوت هالك طب زي ما فيه مفاجآت ومنتخب فجأك أكيد فيه منتخب خايب أمالك هو مش خايب أمالي أنا وخايب أمالي الشعب الألماني يعني منتخب ألمانيا الحقيقة كان بيسعى في البطولة دي إنه هو يعادل رقم مين؟ رقم البرازيل برازيل كسبانا كأس العالم خمس مرات قبل كده ألمانيا كسبانا البطولة أربع مرات طبعا بالتعادل مع منتخب إيطاليا هما أكتر فرقتين في أوروبا وفي العالم كله بعد البرازيل قدروا يحققوا كأس العالم فالتوقعات كلها كانت إن ألمانيا هترجع البطولة دي علشان تبقى هي الأكثر تتوجيا بكأس العالم وتتعادل مع البرازيل بخمس ألقاب فوجئنا في أول مباراة هما مش مركزين أصلا في الكورة اللي حصل قبل الماتش كلنا اتكلمنا في الحاجات دي كتير وإن هما خدوا اهتمام سياسي واهتمام مالهوش علاقة بالكورة نزلوا المباراة ناسين الكورة فعلا وتغلبوا من منتخب اليابان بعد كده حصل بقى يعني نوسك تسعود شوية في مستواهم قدروا إن هما يتعادلوا مع منتخب أسبانيا قدروا إن هما يكسبوا كستريكة ولكن كان فات الأوان لأن ساعتها اليابان كانت حصد ست نقاط وكل اللي كسبته ألمانيا في البطولة كان بس أربع نقاط وبالتالي هو كان منتخب مخيب لكل أمال جماهيره ولكن أعتقد من الجماهير العربية كانوا فرحانين بخرج منتخب ألمانيا بسبب الموقف المعادي للثقافة العربية والثقافة الإسلامية عموما في أول مباراة من اللاعب يعني مش عايز أقول الأفضل بس اللي كان مفاجأة بالنسبة لك بأداءه الحالة البطولة فيها مفاجأات كتير فيه لعبين كتير جدا عملوا أداء مميز جدا ومفاجأات مميزة جدا وفيه على المستوى العربي على المستوى الأسيوي حتى على المستوى العالمي يمكن خلينا نركز مع لعب واحد بس من دول وهو جوليان ألفارز مهاجم الأرجنتين ألفارز كان بيعاني طول الموسم أنه هو حبيس لدكة البودلاء مع بيب جوارديولا في منشيستر سيتي راح المنتخب الأرجنتيني خد فرصته ولعب وسجل هدف في كأس العالم هدف مونديالي الناس كلها أعتقد بعد كأس العالم هتقول إزاي الراجل ده ما بيلعبش لأن متوقع أن الأرجنتين تكمل شوية في البطولة وتبعد شوية عن دور الستاشر لأة توصل سيميوفانال ونشوف ماتش لاتيني ممتاز في كأس العالم بين الأرجنتين والبرازيل زي ما احنا متوقعين فأعتقد أن ألفارز من أهم نجوم منتخب الأرجنتيني وكمان دي بول لعب الأرجنتين برضو في وسط الملعب عامل أداء جيد جدا وأنا أختار لعب واحد هاختزله في منتخب المغربي أنه هو يعني كل اللاعبية الحقيقة يستحقوا يكونوا قطع مين اللاعب المفروض كان يبقى نجم ويعني أداءه كان ضعيف جدا كتير يمكن نركز أكتر على روميلو لكاكو لا مهاجم المنتخب البلجيكي مش لأنه شارك البطولة كلها ده هو لعب مطش واحد بس كبديل لا هو لعب مطشين كبديل لآخر مطشين في المجموعة لعبهم كبديل لكن آخر مطش تحديدا يعني أمام كرواتيا لو هو عايز يضيع فرقته لو هو قابت فلوس من كرواتيا علشان يفوت المطش مش هعمل كده يعني ضيع ثلاث أو أربع كرات هو والشبكة وهو والمرمى وانفردات غريبة جدا فالناس كلها قالت أن الراجل ده مش مركز والمراجل ده ما كانش المفروض يلعب لأنه لو أي حد لو حرس المرمى التالت كان بيلعب مهاجم كان هيسجل من الهدف دي كان فيه كرة غريبة جدا في نهاية المطش هو والشبكة يعني خبطت في صدره وبعدين راحت لجون كأن مدافع كأن مدافع بيريحها للحرس المرمى بتاعه فهو لوكاكو أكتر لعب مخاب للأمال ولكن عنده عزري طبعا آآ واضح جدا هو راجل راجع من الأصابة والمفروض أصلا هو كان هيلعب بعد دور المجموعات مش إن هو يشارك في مرحلة المجموعات لكن في نهاية طبعا هو خيب آمال آآ جماهيره وواضح إن هو فعلا ما كانش يستحق أو ما كانش جاهز إن هو آآ يشارك المنتخب كله كمان في المنتخب البلجيك برضو مخيب جدا للأمال وإن كان دي بروين صنع أكتر لعب صنع فرص في كأس العالم وصنع آآ فرص وهجمات خطيرة جدا لصالح المنتخب البلجيك ولكن في النهاية ما عندوش نفس التيم اللي معاه آآ في الفريق آآ بتاعه في انجلترا وبالتالي طبعا آآ ظهر في النهاية كمان هو كمان شكل وحيش هو حتى بعد المباراة الأولى لما خد جايزة أحسن لعب المباراة ألا أنا خدتها بس علشان أنا اسمي كيفين دي بروين صريح جدا والحقيقة ممتاز جدا إن هو يقول الكلام ده يبقى صريح مع نفسه لذي الدرجة وأعتقد إن هو كمان دلوقتي صريح مع نفسه عارف إن هما ما كانوش يستحقوا أبدا إن هما يمروا طبعا لدور الستاشر شفنا في الجولة الأولى في دور المجموعات آآ كازا حارس مارما أخد أفضل لعب شايف مين الحارس مارما اللي كان أفضل طبعا في الجولة الأولى تحديدنا اللي هنختار هنختار محمد العويس حارس المنتخب السعودي لإنه عمل حقا مباراة تاريخية أمام المنتخب الأرجنتيني تصدى لكورة يعني لا يمكن تصدي لها أمام ليون الميسي في الدقاية الأولى يمكن الهدف ده لو كان جيه في أول دقتين تقريبا أو ثلاثة كان منتخب السعودية ممكن يتعرض لصدمة والانهيار مبكر ويبتدي ياخد هدف تلو والآخر وكلنا شفنا الاحتفالات دي وميسي وين والحاجات الجميلة اللي شفناها من جميل المنتخب الأرجنتين لكن لو هنتكلم عن البطولة بشكل عام أليسون حارس مارما المنتخب البرازيلي طيبا هو لم يختبر ولكن في النهاية ما استقبلش أي أهداف الدور الأول آآ ده مميز جدا يعني ما كانش عليه خطورة كبيرة ولكن كان آآ بيدي دعم كبير للدفاع بيدي دعم كبير في بناء الهجمات المباراة الأخيرة لعب مكانه آآ ديرسون حارس مارما مانشستا سيتي برضو هو كمال لو كان لعب من أول بطولة وانا ممكن نختاره لان دايما الحارس بيبقى محظوظ ان هو عنده طبعا ده حاجة تانية ده شيء طريعي بس انا يعني كنت ممكن اختاره من عالسيتي هو قاعد على الدكا بس يعني مفقوسة قاوي لكن في النهاية الحارس علشان يبقى حارس قوي لازم يبقى أمامه خط دفاع قوي جدا كوستاريكا كان عندها حارس مميز جدا نافاس حارس مارما ريال مادريد السابق هو باريسان جيرمان الحالي ولكن قدامه بالدفاع كان شوارع وفي النهاية شوفناه بيخسر سبعة صفر في الموراة الاولى امامه منتخب قزبانيا ده ما يقولش قبل ان ده حارس سيء او ان ده حارس يعني ما عندهش فكرة زي ما احنا بنقول بالبلدي كده ولكن لا هو عندهش يعني في امامه خط دفاع يقدر يحميه وخط وسط يقدر يحميه وبالتالي طلع بالشكل السيء ده فاليسون هو الحارس الافضل لانه كمان محظوظ بالدفاع والسكوادل العام بتاع منتخب برازيل برازيل يعني هنقول ايه يعني من المدرب اللي كان افضل هختار وانا مغمط كده وليدر كراكي مدرب منتخب المغربي لانه عمل مفاجأة الحقيقة مدوية ان منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم ان منتخب عربي يتفوق على تاني وثالث العالم في اخر بطولة بطولة مونديار روسيا ويتصدر على حسابه من المجموعة كسب طبعا منتخب بلجيكا المصنى في التاني عالمين 2-0 تعادل مع كرواتيا 0-0 المباراة الاولى ودي كانت المفتاح لمنتخب المغرب ان هو يقدر يكمل في البطولة لانه لو كانت عرض لهزيمة في المباراة الاولى كان هيخش هو محبط في المباراة التانية امام منتخب بلجيكا كان ممكن يبقى فاقد الثقة وبالتالي كل الامور تنتهي وليد الريكراك الحقيقة اثبت ان فكرة افريقيا في البطولة دي ان كل المنتخبات الخامسة الافريقية بيشاركوا بمدربين محليين دي فكرة نجحت مع منتخب المغرب طبعا نجحت كمان مع منتخب السنغال مع اليوسيسي ولكن التجربة مع المغرب انجح لانها اجدد وانهم جابوا رجل سنه لسه صغير لسه ما عندوش خبرات كتيرة او في التدريب ما عندوش اي خبرات في التدريب على المستوى الدولي لكن الراجل نجح وبقى اول مدير فني عربي في التاريخ يصعد الى دور الستاشر لان الانجازات العربية قبل كده كانت كلها بمدربين اجابة فرحت من مين المنتخب اللي تقه كتير برضو يعني البطولة طبعا فيها منتخبات كتير او بنحبها طبعا الارجنتين هو المنتخب اللي انا فرحت ان هو تجاوز صدمة البداية طبعا كنت اتمنى ان المنتخب السعودية يكون معاها ولكن في النهاية ما ينفعش ابدا نتخيل كأس العالم من غير الارجنتين ومن غير برازيل كفاية او ان ايطاليا مش موجودة اللي تاني بطولة على التوالي فنتمنى ان احنا نشوف لحد المبرانة الهائية من وجهة نظر يعني نشوف الارجنتين اشوف لو مش هتكمل يبقى نشوف البرازيل معاها ما ينفعش كأس العالم نلاقيه في السمي فاينال مثلا كوريا واليابان والسنغال وفرق بعيدة خالص عن ذكريات كأس العالم من نسبالنا وعن هوية كأس العالم هما دول هوية كأس العالم ارجنتين برازيل المانيا فرنسا طبعا المانيا خلاص رواحة بدر ولكن لسه عندنا الحقيقة منتخبات قواية جدا في باقي البطولة زعلت على المنتخب اللي خرج يعني المنتخب السعودي طبعا اغلب المنتخبات العربية كلها زعلنا عليها لكن المنتخب اللي كان عندنا امل كبير ان هو يصعد في الجاب الاخيرة كان المنتخب السعودي لكن للأسف طبعا تعرض لهزيمة مؤسفة امام منتخب المكسيك وضيع اللي هو عمله في المباراة الاولى امام منتخب الارجنتيني وضيع اللي هو كان هيعمله في مباراة تانية امام منتخب بولاندا لان هو كان يتصرف مع الماتش غلط قوي في النهاية يعني كمان منتخب تونس زعانة في اخر خمس دقايق من كأس العالم من ظهوره في كأس العالم لما آآ فاز على منتخب فرنسا وده ما كانش يكفي ابدا ان هو يتأهل رغم انه حصد اربع نقاط لكن في النهاية كانت نهاية حزينة شوية برضو للمنتخب تونس يمكن لو كان خسر الماتش من فرنسا ما كناش هنيزع لان ده كان متوقع لكن هو يكسب بطل العالم ومع ذلك لا يتأهل دي الحقيقة كانت حاجة موصفة جدا لو قلت لك توصف لي دور المجموعات بكلمة طبعا دور مجموعات مجنون جدا لان اللي بنشوفه ده يعني كوريا الجنوبية تكسب البرتغال السعودية تكسب الارجنتين نتائج غريبة جدا اليابان تكسب اسبانيا وتكسب المانيا لا ده ده جنون دي مش كورت قدر ابدا بشكرك يا عبدالقادر وبشكرك على حصاد النهار ده شكرا جزيزي